على مداري عشرة أيام تشكل معرض ديارينة شكلة للأشغال والحرف اليدوية نافذة مهمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات يضم المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي ضمت المنسوجات والمفروشات والأرابيسك وغيرها من المنتجات بلمسة التراث المصري اختتم معرض ديارنا للأشغال والحرف اليدوية أعماله قدم خلاله نحو 380 عارض وعارض منتجتهم التي عبرت عن الطبيعة المميزة لكل محافظة الدولة معتنية بالأسر المنتجة والصناعات الصغيرة أنا حضرت أكثر من دورة معرض ديارنا سواء في القاهرة أو في المحافظات وشغالين معهم صفة مستمرة الحمد لله إحنا يمكن قبل كده كان المنتج الصيني يعمل علينا غاز وقوي ومخلي بعض التزوق الفني لدى المجتمع المصري والمستهلك المصري كان ضعيف يمكن في الفترة الأخيرة بدأت الدولة تحرص على النوع ده وبدأ يتغير زوء المستهلك المعارض بالنسبة لي نافذة بقدر أظهر بيها سواء للسوق المحلي أو للسوق العالمي لأننا منتجي يعتبر ابتكار جديد عمره في السوق من سنة 85 بس فكان صعب أننا لقي نافذة تتحلي أننا أظهر إعلام وتعامل مع الجمهور مباشر وأنها تقدر تحجزلي في معارض دولية فبتفرق كتير طبعا قريبين ولو بعد كان شعار النسخة السبعين لمعرض ديارنا التي جاءت برعاية قارنة رئيس الجمهورية وحظيت بإقبال كبير من المواطنين لإقتناء منتجات تتميز بالدقة والمهارة المعارض حلو جدا ومنظم وفيه لمسة كده من التراث بتاعنا الحلوة الحاجات اللي احنا مفتقدينها في الأيام ديت وكده فهو حلو وفيه منتجات في متناول الإيد والأسعار برضو كويسة وفيه منتجات كتيرة قوي من جلود للشغل بتاع الأرضية يعني المهم النسيج وحاجات كتيرة قوي وسجاد وشونة جلد وهي بصراحة كده تميز الصانع المصري بشغل مدخن جدا والفينشين بتاعه حلو وأسعاره معاون وعلى مدار فعلياته شكل معرض ديارنا نفذة مهمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية من مختلف المحافظات لتصويق وترويج منتجتهم وأصبح تقليدا من الدولة لدعم الحرف ومنتجيها على المستويين المحلي والدولي سالي سالم التلفزيون المصري